السلام عليكم ورحمة الله فيديو اليوم إن شاء الله سيكون عن عيوب الصبغة يعني المشاكل اللي تحدث أثناء عمل اللي ماش أو صبغ الشعر أو بتفتيحه طبعاً كان كثير من البنات راهم يعانوا من هذه المشكلة لأنه عندهم الشعر عنيد أو إنهم معرفوش يصبوهم ليح أول حاجة يا البنات حبيت نقول هاي لكم بإنه إذا أنت عملت لون أشقر ركزوا معي جيداً وجايكم برتقالي وش رح تعمل وحنعطيكم حل رائع جداً وسهل وفي البيت رح تجيبوا البوني تعليماش أوكي البوني تعليماش العادي تشبدوا ليماش شارجي وتشيروا أكسيدان 20 ركزوا معي أكسيدان 20 وجيبوا بلندور تاع أندريا إذا عندك الدرام تشري بلندور تاع الترك لنحطيته لكم في الكمنيونيتي في المنتدى تاع القناة لا فوتوا تاعوا إن شاء الله رح نزيد نوريه لكم لإني أصلاً حطيته في الفيديو تاع الكوسميتيك تلقاه رح نحاول نحطه لكم في صندوق الوصف تجيبوا تخلطوا كيلة بلندور وكيلة أكسيدان ونص كيلة بلندور وكيلة ونص أكسيدان يعني تجيكم الميكس خاثر تفاهمنا؟ ومن بعد تعصروا فيه عصره قارس وتديروا معيه رشة تعبي كاربونات وعصره تع معجون أسنين أبيض إن شاء الله اكتبوا المعلومات هذه في ورقة بيش تعرفوه جايك شعرك بورتقالي ومخلط ومهلوك بالسباغ ومقدرتيش صحيه متروحيش الديكابيه لا إذا الديكابيتي رح تخسريه على جل إحتمال كبير يكون شعرك راهو ويش عنيد فرح نعملولو التفتيح القوي على فقط بليمات شارجي بيش متأثرش طبعا تكوني قبلها أنا كنت ديما نقولها لكم مزيتين شعركم نرجو الآن إلى الخلطة تانا لهي كيلة بلندور كيلة ونص أكسيدان عصره تعقارس يعني ما يقارب مغرف صغير تعقارس ورشة تعبي كاربونات سوديون وعصره تع معجون أسنين أبيض علش معجون الأسنين لأنه سيساعد في حماية الشعر لكو شعرك موسح ان شاء الله نكون وضحت الأمور كل الآن تش بديلي ماش شارجي تبليكي الخلطة تاكت خلطها ثم تبليكيها ثم وتتأكدي إنه حبيبات البلندور ذابت في الأكسيدان 20 فولين ما قلت 30 ما قلت 40 لأنه أنت أصلا وشعرك موخة فمزيديش تهلكيه بعد ذلك نديرو الخلطة على شعرنا وكنت حطيت ليكم طبعا الخلطة هذي كيفاش طلعت الشعر تلقاها أيضا في صندوق الوسط وقت خلوه قديش؟ عشرون دقيقة بالضبط عشرين دقيقة بالضبط وقت طلو عليه تحكمي تشوفي شعرة تاعك يعني تمسيها تشوفها هل مازالها تتحمل التفتيح أولا لأنه هناك فرق ما بين شعرة ضعيفة ولا شعرة ما تستقبلش اللون كان فرق بزيف لأنه كنت طولي بأكثر من عشرين دقيقة رح يطح شعرك تشوفي ثمة تشبدي الشعر تاعك تكسليه تنحيله برودويت تكسليه شوية تلقيه متحمل وصحيح تكملي ثلاثين دقيقة بعد واش تديري يا حبيبتي تغسلي شعرك بالماء فقط حتى تخرجي هذاك البلندور الأكسيدان كما تدير الشامبون تاعك وتغسليه ملح ملح وان بعد واش تديري تديري البلسم ثم وتخليه خمس دقائق وتعود تشفطيه تفاهمنا؟ بعدها رح تحضري الخلطة السحرية اللي حتخليه شعرك يرجع رائع جداً هنا لأنه درنا تفتيح مضاعف لأنه إذا درتي السلفر معناها سيتحي شعرك رح تجيبه قد حبة الحمص قد حبة الحمص من أسود غرابي هنا رح نوريلكم هاهو قد حبة الحمص أسود غرابي في أي ماركة عالمية اسمه رقمه واحد هادك اللي قد حبت الحمص نزيدو معها بالضبط فنجال اوكسيدان فنجال شامفوان وثلاثة فنجيل الماء نخلطوهم جيداً وهكا كما زال بوني فيه ونبقوا الرغنوا يرغنوا لك شعر كلها انت ترغني إذا كنت تعرف تصغي واحدك ترغني 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 نح تشوفي اللون تتحول منك الأصفر المزعج إلى البلاتين تفاهمنا؟ إذا شعرتك تتحمل أغسطي طول بالسلفر كما علمتكم في الفيديو بهذه الطريقة راح تنحي بشوي بشوي قبل ما تنحي البوني بشو شعرك ما تقطعش هذي بها حيلة تديروها بعد ما تغسي شعرك وتنحيه الرنصاج بالماء يعني تشليه تديريه البلسم غير في الليغاسين يعني في الليغاسين وتبدأ بشوي وتنحيه تغسي شعرك كامل تشيحيه فقط بالسربيتة أو بالبشكير وتخليه ثلاثة ايام ربعة وبعدها تشوفي اللون أسكره عجبك إذا ما عجبكش اللون تع شعرك كامل يعني وش تديري كان طريقة الكولاج والي هي أرواع الطرق انك تغسي شعرك بالماء وتحطي عليه 9.1 على شعرك كل هنا وش راح يصره ما يبقى لك حتى مشكلة تعلوم في الشعر لا في الليغاسين لا في الويلو لأنه درتي تفتيح جبتي درتي لي ماشي تارجيه كأنك ديكابيتيه ثم درتي له الرنصاج فقط فما أثرتيش عليه وما تريتيشه وقعدتي أيامة وانتي تعالجي بالزيوت كما علمتكم وكذا ومسكات وكارينا ومبعد رتي له كولاج يعني بليتي شعرك كامل وطبقت عليه السبغة وهو مبلل وخليتها 30 دقيقة تتحصل لأجمل لون في العالم يعني بلا أي مشاكل خير ما تروح يديري ديكابيش على مرة واحدة وشعرك كامل ينسل ويطيح ان شاء الله يربي تكونوا فهمتوا الطريقة وان شاء الله سيكون تنفيذ عملي في فيديو قريبا تهلوا في رواحكم خلوا لي تعليقاتكم سلام عليكم